السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 5 من الفصل السابع سنتناول المعالجات الحرارية التي تتم لسبائك النانفيروس Heat Treatment of Non-Ferrous Alloys Heat Treatment of Non-Ferrous Alloys may be Edge Hardening, Solution Treatment and Annealing المعالجات الحرارية التي تجرى على السبائك غير الحديدية إما أن تكون Edge Hardening وأقرب معنى لها في اللغة العربية التعطيق أو التصليل بالتعطيق الأمر الثاني Solution Treatment وهو عملية كما لو كنا نعمل عملية إزابة للفيزيس المختلفة داخل النانفيروس كما سنرى أما النينج معناها تخمير وسنرى أو سنلاحظ بالشرح والتحليل ماذا تعني هذه الكلمة وسنبدأ بال Edge Hardening Edge Hardening في حقيقة الأمر هو نوعين إما أن يكون Natural أو يكون Artificial Natural بمعنى تعطيق طبيعي بأن نترك السبائك عدة من الشهور حتى يتم لها عملية التصليل الطبيعي ويترسب بعضا من الأطوار المختلفة داخل الميكروستركشور أو البنية المجهرية مما يزين من عملية السرينس أو الميكانيكا البروبرتس أما ما نقوم به في الصناعة فهو يسمى Artificial Edge Hardening أي Edge Hardening صناعي لأننا حتى نختصر الوقت فأننا نقوم بإجراء هذه العملية صناعيا An Edge Hardening عبارة عن An Edge Hardening أن Edge Hardening أو التصليل بإتعطيق يسمى أيضا التصليل بإترسيب لأنه في واقع الأمر أثناء هذه العملية كما أسلفنا يترصب بعضا من الأطوار المختلفة أو الفيسيس المختلفة داخل سباية كيلونام فرس مما يزيد من السرنس ويتم عنده تيمبريتشر أي درجة حرارة منخفضة حتى ونتمكن منه أو نحصل منه على زيادة في السرنس والخواصة الميكانيكية الأخرى كما نرى من الشكل التوضيحي الشكل الذي أماما عبارة عن تيمبريتشر على محور الواي والطايم على محور الاكس نقوم بالإجهار درجة عند درجات حرارة منخفضة من 120 إلى 200 درجة مائوية تختلف حسب السبيكة من سبيكة دين إلى أخرى ووقت من 4 إلى 24 ساعة وبعد نهاية الأمر نقوم بعملية تبريد سريع فنحصل على الخواص المطلوبة أما النوع الثاني وهو Solution Treatment وهو عبارة عن Solution Treatment is the heating of an alloy to suitable temperature holding it at the temperature long enough to cause one or more constituents to enter into a solid solution and then cooling it rapidly enough to hold this constitution in solution في واقع الأمر أن عملية Solution Treatment هي عملية تسخين لدرجة حرارة عالية من 350 إلى 400 كما نرى في الشكل الموضع ونتركها هذا الوقت وقتا كافيا حتى تتحول أو يحصل عملية Solid Solution عند هذه الدرجة وبعد ذلك نقوم بتبريد سريع حتى نحافظ على الفيز الذي نتحصل عليه في هذه الدرجة الحرارة النوع الأخير وهو Annealing إن في واقع الأمر أغلب المواد الننفرس عندما نصنعها بطريقة الكولد ووركد أي التشكيل على البارد فإنه يتولد لديها Internal Stresses أو إجهادات داخلية ولإزالة هذه الإجهادات الداخلية نقوم بعمل الAnnealing حتى نعيد التركيب الداخلي أو الGreen Structure أو البناء الداخلي لهذه المواد إلى طبيعتها التي كانت عليها أثناء عملية Requestalization Occurs أو أثناء عملية حدوث إعادة التبلور وكما نرى نستخدم درجة حرارة من 350 لربع مية والوقت من ربع ساعة لأربع ساعات تختلف حسب نوع السبيكة المراد معالجتها حراريا ترجمة نانسي قنقر